اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى اللقاء في صالونات في قاعات في منتديات يعني اداب المجالس قلنا ان من اداب هذه المجالس التي يذكرها كتاب الله سبحانه وتعالى انه ما ينبغي ان يقام الرجل بعد ان اتخذ مكانه في هذا المجلس ان كان صالون ان كان قاع عام ايا كان ما ينبغي ان يقام هذا الرجل من مكانه بعد ان جلس فيه نعم واطمئن الى هذا المكان من اجل قدوم زيد من الناس ولذلك الباري يقول يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يعني الشيء المأذون به هو توسيع المكان اخراج فسحة لم تكن واضحة ولم تكن موجودة نعم عن طريق يعني يتخذ الانسان لنفسه مكانا اضيق نعم كان يأخذ راحته وهكذا يعني يزيد على حاجته من المكان الذي يحتاج اليه نعم فاذا وجد الناس فليتزاحموا هذا معنى تفسحوا لكن الباري عز وجل لم يأذن بان يقام الرجل من مكانه وقد جلس فيه كان هو السابق نعم هذا لا يتناسب لان في ذلك جرحا لكرامته وإساءة اليه لكن اذا كان الحل هو فإقامة هذا الرجل من هذا المكان ووضعه في مكان اليق في مكان اعلى فلا معنع في هذه الحالة لان الخطر او الضرر الذي نحذر منه لن يتم نحن في هذه الحالة نكرمه عندما نقيمه من هذا المجلس ونرقى به الى مكان اعلى لذلك الباري عز وجل قال بعد ذلك واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوت العلم درجات النشز ما هو الارتفاع يعني اذا قيل لهذا الجالس اتفضل اجلس في مكان الاليق احسن ففي هذه الحالة لا مانع ولا حرج نكون بذلك قد وسعنا المكان للقادم وفي نفس الوقت لم نسع الى هذا الجالس عندما نعم طلبنا منه ان يقوم لكن الى مكان الاليق به نعم اسمع نعم هذا شيء يمكن ذكرناه في اخر الحلقة الماضية والغريب ايها السادة والسيدات ان هذه التفاصيل من اداب المجالس نعم التي يعبر عنها اليوم بعض الناس بالاتكيت نعم ينص عليه بيان الله عز وجل كمظهر من مظاهر الحضارة اللائقة في علاقة الناس بعضهم مع بعض فانظروا الى اي درجة يلاحظ بيان الله سبحانه وتعالى القيم الحضارية الدقيقة الدقيقة جدا فيما يتعلق بعلاقات الناس بعضهم مع بعض فيما يتعلق بتلاقيهم في المجالس ونحو ذلك اذا بيان الله سبحانه وتعالى يوضح لنا ان الجالسين اذا اخذ كل منهم مكانه مجلسه وجاء قادم متأخرا ما ينبغي ان نقيم زيد من الناس لاجل قدومه نعم لان في ذلك غضاضة لان في ذلك اساء اليه الا اذا اقمنا هذا الانسان من المجلس الذي هو فيه ورفعناه الى رتبة ارقى ففي هذه الحال لا مانع وهذا ما ينص عليه بيان الله اذا قيل لكم انشزوا فانشزوا نشز يعني الارتفاع من هذا المكان الى مكان اعلى الا اذا قام الرجل بنفسه دخل انسان فاضل ذو مكانه وكان في الجالسين مثلا تلميز له او كان في الجالسين انسان يحبه ويقدره فقام فقام من ذات نفسه بدافع داخلي لا بامر خارجي فهذا شيء جيد لان هذا يدخل في باب الايثار والايثار امر مشكور وعمل مبرور ينص عليه بيان الله سبحانه وتعالى في اكثر من موضع طيب تعالوا نتابع اداب الحوار الذي يتم في هذه المجالس على اختلافها ايا كان نوع هذا المجلس من اهم اداب الحوار التي ينص عليها كلام الله عز وجل ان يكون الحديث بين المتجالسين على مستوى من الندي الواحد مهما كانت الرتب متفاوت الحوار شيء والتدريس شيء اخر يعني فرق كبير فيما يرسمه لنا بيان الله عز وجل بين استاذ يلقي درسا على تلامذته وبين اخوة جالسين يتبادلون اطراف الرأي في مسأل اجتماعية في مسأل اقتصادية في مسأل من المسائل المختلف فرق فاذا كان المجلس الذي يضمن منتدا قاعة صالون للقاء وكان هنالك حوار حول مسأل من المسائل الاجتماعي الدينية المختلفة من اداب هذا الحوار التي ينص عليها بيان الله عز وجل ان يكون اسلوب الحوار اسلوبا نديا لا تجد فيه من نعم يتكلم باسلوب متعالي ومن ثم يضطر الاخر الى ان يتكلم باسلوب الانسان التابع المقلد ونحو ذلك لا لا هذا خطأ ويحذر منه بيان الله سبحانه وتعالى ينبغي في هذه المجالس اذا تبادل الجالسون اطراف الحوار ان يكون حوارهم على مستوى واحد هكذا علم البيان الالهي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على الرغم من ان محمدا عليه الصلاة والسلام افضل الناس افضل الرسل والانبياء لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس الى المشركين الى الناس على اختلافهم يحاورهم يبادلهم اطراف الرأي في الحقائق الدينية الكونية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالبالي عز وجل كان يبين للمصطفى عليه الصلاة والسلام ان عليه عندما يدخل في مجالس حوارية مع الناس ايا كانوا ان يكلمهم كأنه واحد منهم وان لا يحدثهم من مرتب متعالية نعم لاحظوا قول الباري سبحانه وتعالى وهو يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب عندما يريد ان يتناقش وان يتحاور مع المشركين مع التائهين يقول قل ايا محمد وانت تحاور هؤلاء الناس في مجالس حوارية قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون لاحظوا لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون يعني انتم تخطئوننا ولا ربما تتهموننا بارتكاب جريم بتصوراتنا بمبادئنا بهذا المذهب الذي ندعوكم اليه نعم طيب لعلنا كذلك على كل لن تسأل يوم القيامة عن اجرامنا لكن اياك ان تقول ولن نسأل عن اجرامكم لا بل قل ولا نسأل عما تعملون يعني هذا التنبيه من الباري لرسوله ليس امرا فقط بان يكون حديثه مع الاخرين حديث ند للند بل يأمره بان يتواضع بان يفرض انه هو المخطئ وانهم هم المصيبون نعم ولذلك يقول الباري للرسوله يعلمه كيف يخاطبهم بطريقة لا اقول دبلوماسيه لا لا دبلوماسيه في انوع من النفاق لا بل بالاسلوب الحواري الذي ينطلق من مبدأ التساوي قل لا تسألون عما اجرمنا انتم تتصورون اننا كاذبون واننا مخطئون واننا يعني اسطوريون واننا كذا حسنا طيب لن تسألوا عن اجرامنا ولا نسأل نحن بالتالي ايضا عما تعملون لا تقول ولا نسأل عن عقيدتنا بانكم مجرمون لا تقول هذا الكلام هذا يعني ان احدا من الناس لن يتحمل وزراء الاخر كل واحد يحمل اوزاره على ظاهره نعم ما يسمى بالطائر عند العرب في الجاهلية يعني الشؤم لن اتحمل شؤمكم ولن تتحمل شؤمي كل انسان نعم شؤمه نابع من سلوكه من تصرفه لاحظوا كذلك في نفس المكان الباري يتابع تعليمه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبيانه للأدب الحواري الذي ينبغي ان يلتزم به بعد أن قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسألوا عما تعملون نعم الباري سبحانه وتعالى يقول له قل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإن أو إياكم يعني شرح لهم علمهم نبهم نعم بلغهم الرسالة التي حملناك إياها وكلفناك بإبلاغها لكن لا على مستوى متعالي لا على مستوى محاورة الند للند نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم قل لهم بعد أن تحادثهم وتحاورهم قل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإن أو إياكم يعني قد نكون نحن الضالون وأنتم على حق وقد تكونون أنتم تائهون والضالون ونحن على حق والأمر محتمل لهذا وذاك نحن وإياكم في كلا الاحتمالين سواء لذلك لكي نتبين الوضع لا بد من أن نتحاور لا بد من أن نتعاون وينبه الواحد من صاحبه لمعرفة الحق لأننا قد نكون عن تائهين فبتفضل منكم وبتنبيه نخلص من هذا التي ولربما تكونون أنتم التائهين والضالين فبمحاورة منها لكم أيضا تخرجون من هذا التي لكن أينا يمكن يكون متعرض للتي أكثر من الآخر أينا يمكن يكون موقفه هو الحق أكثر من آخر لا لا ما في واحد أعلى من التاني في الاحتمال سبحان الله لاحظوا هذا الأدم القرآني قل لهم وإن يعني بعد ما تشرح بعد ما تبين دلائل الحق والرسالة التي بعثت بها إلى الناس بعد بيان هذا قل لهم إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والله نحن لا يعني نرقى بأنفسنا إلى مستوى الكمال وأنتم أكيد كذلك لا تتقون بأنفسكم إلى يكون مخطئا ولأن يكون مصيبا إذن تعالوا نلاقح أفكارنا بعضنا ببعض لكي يعني نتخلص جميعا من احتمال الخطأ هذا الأسلوب أيها السادة والسيدات هذا الأسلوب الحواري الذي يقوم على الندية وعلى التحذير من الفوقية والتباهي والتعالي في الكلام والتوجيه مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى والوقت يضيق عن الانتقال بكم من آي إلى آي من مشهد إلى مشهد هذا يسمى في مصطلح الحضارة الإسلامية التي ينص عليها بيان الله سبحانه وتعالى نعم آداب الحوار في المجالس من آداب الحوار في المجالس من أهم آداب الحوار في المجالس هذا الذي ينص عليه بيان الله سبحانه وتعالى طبعا كثيرون هم التائهون عن هذا المنهج الذي يبصرنا به كتاب الله عز وجل ما أكثر ما يكون الحوار الذي يتلاقى عليه الناس في المجالس تسابق في التسامي يعني المتحاورون يتسابقون إلى منبر التعالي كل واحد يريد أن يسبق آخره إلى منبر التسامي والتعالي في عرض آرائه وأفكاره وإذا قلنا إن هناك أسباب لعدم نجاح الحوارات التي كثيرا ما تنعقيد فإن من أهم أسباب ذلك لابتعاد عن هذا الأدب القرآني الذي يرسمه بيان الله عز وجل ويأمر به لن ناس جميع بل أول من يأمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ما يتعلق بأدب الجلوس في المجالس وآداب الحوار الذي يكون أيضا في المجالس أهم ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد الآن تعالوا إلى جانب آخر من هذه الأداب آداب الدخول في البيوت زيد من الناس أراد أن يذهب إلى دار صديق له ما هي الآداب القرآنية التي ينص عليها القرآن ومن ثم الآداب الحضارية التي ينبغي أن يلتزم بها لاحظ لاحظ ماذا يقول الله عز وجل في هذا الصدد نصغ إلى هذه الآية القرآنية ثم نشرحها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم هذا ما يقوله الله عز وجل عن طرف من آداب البيوت آداب دخول زيد من الناس إلى بيت صديق له إذن وصلت إلى دار هذا الصديق أول ما ينبغي أن أقوم به من هذه الأداب هو الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله إذن الاستئناس أولا والاستئذان بالدخول ثانيا ما معنى الاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا علىه المراد بالاستئناس يعني الاستئذان لأن حتى تستأنس يعني حتى تسمعوا من أهل البيت إذنا لكم بالدخول ومن ثم تستأنسون بهذه الدار التي وفدتم إليها فالمراد بالاستئناس الاستئذان نعم طيب كيف يكون الاستئذان في كل مجتمع له عرف في الاستئذان مختلف فيما مضى كثيرا تكون الأبواب مفتحة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان يكون بأن يرفع صوته من بعيد نعم ينادي بأي عبارات تنبئ عن أنه جاء يستأذن بالدخول إلى هذه الدار بحيث يسمع أهل الدار صوته نعم ويعرفونه وإذا سمع صوتا من داخل الدار يقول من لا يقولنا أنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نعم رجل نعم قرع الباب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا 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 أيش يعني أنا ما أقول كل واحد إذا جاء يعبر عن نفسه بأنا لا تذكر اسمك نعم فلان نعم يستأذن أو أنا فلان أستأذن طيب أذن لك ها إذا استأنست إذا تم الاستئناس تدخل فإذا دخلت فينبغي أن تبدأ كلامك مع أهل البيت أولا بالسلام الذي تحدثنا عنه في حلقة ماضية ما شيء من التفصيل لكن دعونا نتمم أسلوب الاستئذان اليوم البيوت نظامة اختلفة عن نظام البيوت السابقة الأبوات مغلقة الاستئذان يكون بطرق الباب الاستئذان يكون بقرع الجرس هذه الوسيلة هي التي نعم آلت إليها المجتمعات الحديثة اليوم ربما صادف أن الباب مفتوح لا ينبغي أن يقول الباب مفتوح إذا أدخل لا ينبغي كذلك أن تطرق الباب أو أن تقرع الجرس الباب مفتوح الباب مغلق نعم طيب هنا أيضا أدب آخر ينبغي أن نتبينه وصلت إلى الباب وطرقته ما ينبغي أن تقف في تلقاء الباب بمواجهة الباب يعني بإذا فتع الباب رأسا بشكل أوتوماتيكي سترى كل ما في داخل الدار لا ينبغي وهذا بتعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تقف عن يمين الدار أو عن يساره يعني عن يمين الباب أو عن يساره بحيث إذا فتح الباب أمامك لا ترى شيئا مما هو في داخل الدار حصل فيما يرويه الطباريك أن رجلا أراد أن يدخل إلى قوم فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه آداب دخول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى دار قوم نعم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن وقف من ركن إلى جانب ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر ثم استأذن إما بطرق الباب أو برفع الصوت أو نحو ذلك وقد علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أحدهم أن يفعل هذا طبعا السبب واضح أيها الإخوة في هذا الصدد طيب هل هذا خاص في حال دخول الإنسان إلى بيت صديق بيت قريب بيت جار يعني بيت غير بيته طيب ولنفرض أن الإنسان أراد أن يعود إلى داره من سفر أن يعود إلى داره من عمل من عمله التجاري من وظيفته يريد أن يعود في المساء إلى داره هل هناك آداب أيضا من هذا القبيل عندما يعود أحدنا إلى داره نعم نعم فليس هذا الذي ذكره الله عز وجل خاصا بدار غير دارك بل حتى الدار التي لك عندما تكون غائبا عنها وتريد أن تعود إليها لابد أن تستبين هذا الذي نقوله لك طيب جئت في المساء بعد العمل ساعات غبت عن الدار ينبغي أن أستأذن كذلك يعني أطرق الباب معي مفتاحي يا أخي معي لا ينبغي أن تطرق الباب أن تقرأ الجرس نعم ثم يفتع لك الباب فتدخل طيب زيد من الناس يقول طيب هذه داري والواقع أننا في مجتمعاتنا قل ما ننضبط بهذا الأدب الذي يضحه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة لاحظوا الحكمة رجل من الناس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبري وغيره قال يا رسول الله أستاذن على أمي يعني أنا أريد أن أعود إلى الدار والدار فيها والدتي أستاذن عليها قال نعم الرجل يريد أن يدخل داره وفي داره والدة له نعم يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل داره التي فيها والدته بدون استاذن قال لا لابد أن تستاذن قال ليس لها خادم غير نعم أستاذن عليها كلما دخلت قال أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستاذن إذا نعم هذا يعني أنه إذا دخل الدار أو إذا أراد أن يدخل الدار نعم إذا كان باب الدار مفتوح ينبغي أن يرفع صوته مستاذنا إذا كان باب الدار مغلق ينبغي أن يقرع الباب أو أن يقرع الجرس طيب الدار ليس فيها والدة فيها إخوته فيها زوجته فيها أولاده الأمر لا يختلف أيها السادة والسيدات الأدب القرآني بل الأدب الحضاري الذي يأمر به الإسلام الإنسان الداخل إلى داره أن يستاذن لماذا لأن الرجل عندما يريد أن يدخل إلى داره وداره ليس فيها إلى زوجته وأولاده طيب لعل زوجته في حاله لا تريد أن يطلع أن يطلع زوجه عليها وهي في هذه الحالة مشعثة تلبس العمل الخدمة المطبخ نعم وهي لا تعب أن يراها زوجها إلا بأبها صورة من حقها هذا نعم ومن ثم فإن الأدب الإسلامي يأمره بأن يطرق الباب وقالوا يعني إذا كان الباب مفتوح يتنحنح يرفع صوته يحكي أي كلام ينبئ عن قدومه ثم يتمهل ولا يدخل مسرعا نعم من أجل هذا المعنى الذي يقوله لنا بيان الله سبحانه وتعالى ونبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المطبقين لهذه الأدب نعم نعم إذن سنتابع إن شاء الله هذا الكلام في الحلقة الآتي والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر